اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك من دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاصي شؤون المناخ اكد ان حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المعظم حفظه الله وراء على تحقيق اهداف التنمية المستدامة بمتابعة مستمرة من الحكومة برئاس الصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزير النفط والبيئة في منتدى حوارات البحر المتوسط والذي افتتح اعماله فخامة الرئيس الايطالي سيرجيو ماتريلا والتي عقدت في روما بمشاركة ستين دولة من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات الرئيسية في منطقة البحر الابيض المتوسط كما شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى بعنوان نحو نموذج اوسع لامن الطاقة واكد سعادة وزير النفط والبيئة ان مملكة البحرين ماضية في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية الطموحة من اجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية الرامية للأصول الى خفض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 وزيادة مساحة اشجار القرم اربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية ومضاعفة اعداد التشجير والمسطحات الخضراء ومضاعفة اهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060 واشار سعادته الى اهمية الحوار الجاد بين دول العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بامن واستقرار الاقتصاد العالمي من اجل ضمان استمرارية توفير الطاقة لجميع دول العالم باسعار تنفسية واشدد سعادة وزير النفط والبيئة الى اهمية التكاتف الدولي وتسخير الامكانات اللازمة لتعزيز البحث والتطوير في المشاريع الصديقة للبيئة وتسريع التقدم في انتاج الهايدروجين النظيف الذي سيساعد الدول في استقرار اقتصادها وتعزيز امن الطاقة على المدى الطويل اشتركوا في القناة